اشتركوا في القناة استمر هلأ مع المشاهدين وخاصة الموضوعنا كتير مهم وبهم كتار من الناس خاصة السيدات الحوامل خلينا نقول اليوم موضوعنا اهمية التغذية وسلامة الغذاء خلال فترة الحمل قديش مهم وقدي بتحكوك اخصائي التغذية دايما للامرأة الحامل تتدبه لحالها اليوم رح نحطها على الطريق الصحيح فرح ابدأ اليوم معي كرولا شو اهمية التغذية خلال فترة الحمل للأم وللطفل كمان اكيد مثل ما قلت اهمية التغذية بهالفترة هي مش بس للأم هي كمان للطفل خلينا نبلش اول شي باهميتها للأم الام اذا كانت عم تاكل بطريقة صحيحة وعم بزيد وزن بطريقة صحية هذا الشي اللح يأسر عليها بطريقة كتير ايجابية هاد الفترة يعني اللح تكون حاسي حالها هي متاحة اكتر عندها نشاط اكتر حتى بتتجنب بعض المضاعفات الطبية مثلا مثل السكر خلال فترة الحمل او الضغط خلال فترة الحمل وحتى يعني بالولادة بتكون اسهل عليها يعني بصيدة عندها خطر اقل تعمل السي سكشن اللي هي الولادة الكيثارية الولد ممكن يخلق كمان بالوزن الطبيعي اكتر من اذا كانت عم تنفح زيادة عن ما لازم او اقل من ما لازم يعني فيه مثلا متل توصية معينة كيلو جراميات لازم تزيدهم خلال فترة الحمل تكون هيدا الفترة صحية اكتر وبنفس الوقت ما بدنا نحكي بس على الكمية اللي لازم تنصحها بدنا نحكي على نوعية الاكل اللي بدت تخذها بيه تغذية بامتياز لانه مش فكرة شو ناكل فكرة ناكل غزا اكيد ناكل الاشياء اللي عم تغذينا و اللي حتكون عم بتفيد نائلنا و عم بتفيد الطفل لانه هلأ فيه علم جديد اسمه علم الابي جيناتكس هو علم التخلق بفرجة انه الاشياء اللي بتكلها الام خلال فترة الحمل هي بتغير متل جينات الطفل تيكون صحة اكتر يعني متل بتفيق بعض الجينات وبتخلي بعض الجينات نايمة فهيدا الشي بيأثر على صحة الولد لا مدى حياته مش بس لهيدا الفترة فمشان هيك الامة انجاد لازم تكون مركز كتير على التغذية الصحيحة خلال هالفترة و هلأ خلال الحلقة لحنا نحكي اكتر على نوعية الاكل اللي هي لازم تكون عم تخذها طبعا وتخصيل كتير اكيد فكل الحوامل اليوم رح ينبسطوا من هيدا الموضوع تحديدا بس كتير حبيت هيدا الدراسية جديدة حتى مش بس تكون خايفة على شكل جسمه او على نصح انه ما تنصح خليها تكون حافظة لانما كمان الطفل لانه قديه بالجينات بتغيره متل ما قلته مش بس لا يولد انما للعمر كله اكتر على المدى اللي بحلوة نعم مايسا ليه سلامة الغذاء مهمة بفترة الحمل والقصة الاهم لنا عرفة منك اذا ما هتموا بسلامة الغذاء خلال هيدا الفترة شو بيدر؟ هلا شغلي مهمة بحب اقولها انه اكترية الناس بيقولوا انه نحنا لازم ناكل شي صحي 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 اللي شغلي لازم نعرفها ما فينا نقول للاكل صحي الى اذا كمان يكون سليم شو قصتنا بسليم؟ سليم يعني الاكل تحضر وتخزن بطريقة صحيحة لان اذا ما صار هيك ممكن يسبب تسمم غذائي يعني في فترة الحمل يعني ممكن الشخص يأكل نفس الاكلة اللي هي بتاكلها للمقرأ الحمل وهو مايصر له شي والقم تصر لتسمم غذائي وهي بتصير لان القم بفترة الحمل بتكون منعتها اوطى من الايام العادية يعني اذا يعني جسمه ما رح يقدر يحارب على الجراتين لي يقدر يفوتوا عجسمه وهي بالنهاية مش فاس مسؤودي عن حماية جسمه حماية مسؤودي كمان عن طفلة طبعا فعشان هيك كتير لازم تنتبه لان التسمم يعني ممكن يصير فيه مع اسحالة واستفراغ وهي مميحة لان بتصير الام ما عم تعته لحاجة الطاقة والتغزية للولد وكمان لا سمح الله انه ممكن تسقط الام هلا عمنا نخوف الكلام لكن لازم ننبههم لينتبهوا اكيد اكيد نية بالنية يعني لازم يعرفوا هالمعلومات كما ينتبهوا بها الفترة صح يعني قداش مهم النقاط اللي عم نقوله متل ما قلت ما بدنا نخوف ولكن كمان بدنا بطريقة مش تكون كتير خوف قد ما هي اللارم او ننتبهوا لانه الدراسات عم تثبت قداش المرة بتلعب دور بهيد الفترة تحديدا وكغذاء بشكل عام قداش مهم مع الطفل صار اهم واهم اليوم رولا بالنسبة للتغذية على شو المرة الحامل لازم تركز وعلى شو لازم تتجنب يعني في اشيه كتيره لازم تركز عليها لتستفيد من هيد الفترة وتغذي حاله وطفله وفي اشيه كمان لازم تتجنبها شو هنه اكيد هلا خلال فتحة الحامل المرة الحامل لازم تكون عم تاخد من كل المجموعات الغذائية بطريقة معتدلة ومكتملة اذا عم نقول يعني لازم تكون عم تاخد البروتينات لازم تكون عم تاخد النشويات الفيكي والخدرة الدهون الصحية ومشتقات الحالية الشي اللي احنا عمله اليوم انه لحن نحكي عن كل مجموعة غذائية لحاله وحنحكي عنا بيه التغذية وترجع مايسا بتخبرنا اكتر عن شو الاشيه اللي بنا نهتم فيها بسلامة الغذائه على هيد المجموعة الغذائية طبعا نركز عليها اكتر اكيد فلحنبلش اول شي باللحوم بالنسبة لللحوم لازم دائما نحاول نقق نحن اللحوم اللي هي خفيفة بالدهون ما نكون عم ناخد اللحوم اللي عالي بالدهون وحتى اذا شفنا على اللحمة اي دهون ظاهرا نكون عم نجرب نقصه ونقيمه عجنب وما نكون عم ناخده وكمان اذا بالنسبة للجاج نكون عم نحاول ناخد صدر للجاج اكتر من فخد للجاج لانهو بيكون اقل بالدهون اذا فينا دائما نكون عم نقيم الجلدي كمان هيدا بيخفف من كمية الدهون اللي عم ناخده ونحاول كمان نبتعد عن القلي والاشياء اللي بتكون عم بتزيد دهون على اللحوم اللي عالنا ونكون اكتر عم نشوي او عم نسلق اللحوم اللي عالنا وفي شغلة كمان كتير مهمة هي السمك السمك خلال فترة الحمل كتير مهم لانهو بقلبه الدهون الاساسية لجسم المره الحامل وللطفل اللي هن الأوميجا 3 والأوميجا 6 هولي الدهون كمان بيساعدوا كتير على نمو الدماغ ونمو النظر والعيون عند الطفل فهي لازم المره الحامل تكون عم تاخده بكمية معينة اللي هي مرتين تقريبا بالاسبوع بس هون في كتير عالم بيسألونا انه السمك بقلبه شي اسمه الزيبة اللي هو نحنا اذا اخدناه بكمية كبيرة ممكن يسمم الطفل ويأذي الطفل فبتقلنا كيف انا بدي اخد السمك وبيدي ابتعد عن الزيبة هون الشي اللي منقوله للمره الحامل انه السمكة كلما كانت اكبر كلما كان بقلبه زيبة اكتر كلما كانت اصغر كلما كان بقلبه زيبة اقل فبخلال هالفترات حاول تكون عم تاخد الاسماك اللي هي اصغر بالحجم تكون عم تحمي حاله من هيدا الشي اللي ممكن يكون مسمى للطفل طبعا قديش ذكرت اوميجا 3 اوميجا 6 اوميجا 6 اهميتهم كتير كبيرة بالنسبة لسلامة الغذاء ميسا اليوم اللحوم بنسمع كتير عن لحم النيه وبتعده عنا وكل هالامور هل المرأة الحامل او بشكل عام مظبوط لازم نبتعد عن اللحم النيه يسا كبير شي الحوم النيه وفراكي لازم نتخلص منه بفترة الحمل وكمان ويعتذر اللي بيحبه السوشي كمان نهاية بدنا نواقف حاصلة بهاد الفترة يعني بعدين نتعمل ببدا اين بالمية هي مثل ما قالنا انه نحنا مناعت المرأة الحامل رح تكون أوطى ونحن الأشياء الناي أكيد ما عم نعرضها للشي حرارة ونحن كيف نقتل الجراثيم بالحرارة العالية فعشان ما عم تتعرض الأكل لهذه الحرارة أنه ممكن فيه بقربة جراثيم ومثل ما قلنا من قبل إذا الام اتخذها ما رح يقدر يحارب جسم مع هالجراثيم فلازم نحن ناخد كل النوع للحمات على حرارة معينة هلا فيه شغلي أنه ما كتير ناس بيعملوها بالبيت بس شغلة كتير بسيطة سهلة سهلة مية بالمية وليس حماية الام حماية كلب البيت أنه يكون عنده ميزان حرارة ولا يخطو حرارة اللحوم لنعرف إذا وصلت على الحرارة المعينة هي أنه تشكوها بقلب الأسمك كمحل من اللحوم وتشوفوا إذا وصلت على الحرارة هلا شو هي من الحرارات أنه هاي فرقة بين كل اللحوم مثل الجاج للخمسة وسبعين واللحم المفرومي للثنين وسبعين وعننا القطعة اللحمة الكاملة مثل الستيك والروستو للثلاثة وستين والسمك كمان للثلاثة وستين شو حلو هاي دي الخبرية هلا للأشخاص لأنه شغلة يمكن معترف معروفة ولكن في أشخاص ما بيعرفوها فأديش مهم أنه يكون عنا الميزان الحرارة ونقدر نحافظ هاي دي لأهمية والتجديد على موضوع أن الأشياء النية ما لازم تكون أبدا خلال هاي دي الفترة فأديش مهم حفاظا على السلامة نسمع كثير على الكالسيوم ومشتقات الحليب شو توصيتك بالنسبة لهيدا الموضوع تحديدا؟ هلا الكالسيوم كثير مهم كمان خلال فترة الحمل لأنه احتياجات المرأة الحامل من الكالسيوم أعلى من الشخص العالي فليزم نركز على هيدا الشي وعادة كالسيوم نحنا نلاقيه بمشتقات الحليب بس في شي أنا بحب أقوله أنه كبية الحليب بقلبها نفس كمية الكالسيوم الموجودة بكبية لبان نفس الكمية الموجودة بقطعتين جبنة نفس الكمية الموجودة بثمان معالق لبنة فنحنا صعب نكون عم ناخد ثمان معالق لبنة بوجبة واحدة في كتير العالم تكون عم تاخد اللبنة فكرة أنه أنا عم باخد الكالسيوم لأنا بحاجة له بس هون بدنا نقول أنه اللبنة هي ما كتير عالية بالكالسيوم إذا نحنا بدنا ناخد شي يكون عم يعطينا احتياجاتنا من الكالسيوم أفضل نكون عم نروح للحليب وللبن أكيد وللأجبان والأجبان منحاول كمان أنه نكون عم ناخدها قليلة بالملح لأنه كمان المرأة الحاملة يجب أن تركز على هيدا الموضوع أنه إذا كانت عم تاخد ملح كتير بنظامة الغذائية هذا الشيء يساعد على احتباس الماء بالجسم ستحس حالة تعبانة وليس مرتاحة خلال هيدا الفترة فكلما خففت الملح كلما خففت أضرار كتير خففت أضرار والكالسيوم كمان في عالم ما بتحب مشتقة الحليب من وين فيها تاخده؟ فيها تاخده مثلا من الجوز واللوز فيها تاخده من التين المجفف حيالة فوايكة مجففة تكون فيها كالسيوم في حتى بعض الخضار كمان عالية بالكالسيوم مثل البروكلي ففي كتير مصادر نحن فينا نكون عم ناخد الكالسيوم مننا وإذا ما كنا عم ناخد هول الشيء ساعتها بدنا نحكي لنقول الطبيب نشوف إذا نحن بحاجة لمكملات غذائية نكون عم ناخد هيدا الاحتياجات لا نحافظ على صحة جسمنا ويكون الطفل كمان عم ياخد الغذاء اللازم عم ياخد الغذاء اللازم وكل شيء عم ينمى بالطريقة المزبوطة يعني العدم وكل هالأشياء طبعا لأنه المرأة الحاملة هون لازم تنتبه يعني في أشياء يمكن ما بتحبها بأيامها العادية مثل ما قالت ميسم لشوي أنه بدأ تعرف أنه مش بس عصحتها بدأ تنتبه كمان عصحة الطفل ما بدأ تحرمه كمان من هالأشياء فإذا ما في هيدا الاشياء بتحت تخذها أو تستعملها بهيدا الأيام خليها تروح لأشياء تانية بديلة فهيدا النقاط كتير مهمة فيه أنوع كتير من الحليب فاليوم للمرأة الحاملة شو هو النوع التحديدا لازم تتجنب والمرأة خلال هالفترة هي أكتر شيء لازم تنتبه أنه كل مشتقات الحليب اللي عم يجو من صوصيز ليكونوا مباستارين نعم مصادر مصادر فإشياء مثل الأجبان التارية اللي ما بيكون مباستارية مثل الفتا أو البريتشيز أو حتى الشنكليش اللي كتير مناس بيحبوها كتير بتكون تايبة إذا من مثل الصورسز منهم مباستارين ما لازم يخدوها للمرأة الحامل وكمان شغلة تانية اللي منحب نقولها أنه حتى للقلبان والأجبان وأفضل يجبوها من كمان صورسز يكونوا معلبين يعملوهم بالمصانع اللي عندهم قسم للأكل السليم سليم يعني قديش هنجد في نقاط كتير السيدة ريزي تنتبه له وتحفز عليها بس منا صعبة هينة يعني اذا عرفت تمشي على نظام غذائي صحيح قديش تكون عم تسهر على حالة كتير إشياء ويلفتنا زرعة كتير إشياء لدينا حق شوي للحمة للحليب وكل هايدي الأمور شو بالنسبة للفويكة والخضرة رولا وعليش مهم لأن نحكي فيهم الفويكة والخضرة هنم مهمين لكل الأشخاص وللمرأة الحامل بيكونوا بعد أهم زيادة لأنه متل ما قلنا احتياجاتها من معظم يعني في كتير من الفيتامينات بتزيد احتياجاتها مننا صار لازم تاكل كمية أكبر تتكون عم تاخدها والفويكة والخضرة نحنا بنعرف انه هنم مصدر كتير مهم للفيتامينات والمعادن فمننسح المرأة الحامل تكون عم تاخد يعني إذا نحنا بنطلع على السحن الصحي عادة بيكون نصه من الفويكة والخضرة فتكون عم تاخد تقريبا نص أكله يكون من الفويكة والخضرة لأنه بتكون عم تاخد مثل ما قلنا الفيتامينات وهون الشي اللي بوصف فيه انه نحنا كل لون خضرة وفويكة بقلبه فيتامين أو معدن معين فكلما نوعنا بالألوان أكتر كلما أخدنا فيتامينات ومعادن أكتر يعني نحاول السلطة اللي إلنا قدما كان فيها ألوان أكتر قدما هي بتكون عم تعطينا فيتامينات ومعادن منوعة أكتر وقدما عم بتفيدنا أكتر يعني دايما نحاول نجيب فويكة وخضرة من كل الألوان والشغل الثاني اللي مهم بالفويكة والخضرة انه هي عالية بالألياف والمرأة الحامل كتير بحاجة لكمية عالية من الألياف لأنه منسمع كتير في مسوين حوامل بيصير عندهم مشكلة الإمساك وهيدا الشي كتير طبيعي لأنه الهرمونات اللي بتعلها خلال فترة الحمل هي بتبطئ عملية الهضم وبتخلي يصير فيه إمساك فالشي اللي نحنا بدنا نعمله إنه بدنا نزيد الكمية الألياف اللي نحنا عم ناخدها اللي هي نحنا عم ناخدها من الفويكة والخضرة وبنفس الوقت نكون عم ناخد كفاية من الماء يعني عالقليلة لترين من الماء بنهار هيدا كتير بتساعد لأنه نكون عم نتجنب مشكلة الإمساك خلال فترة الحمل نعم ما نقديش مهم الخضرة هي بشكل عام متل ما قلتتي وقدي حلو إنه كلمة كترنا ألوان فيما عم ناخد فويدي كتيرا فخلي المرأة الحاملة هون تبلش تتفنن باللجوات الخضرة اللي بدأتها عمله كلما كان فيه ألوان كلما هي بتعرف إنه عم بستفيد من غزة أكتر وأكتر ذكرت رولا موضوع الفويكة وأهميتها كتير ومنسمع كتير في نسوان حوام الميسا ما بيأكلوا خضرة برات البيت فش رأيك بهذا الموضوع تحديدا؟ صراحة خوفهم في محله عشان إذا ظهروا على محل والمطعم منه مغسل الخضرة والفويكة ممكن عن جديد سممه لذلك يجب أن ينتبهوا على الشغلة ويسألوا على المطاعم اللي يعرفوا أنه يحتموا بسلطة 100% ويسألوا للويتر أنه هل أنتوا بتغسلوا الخضرة؟ وكمان فيه أشياء فيهم ينتبهوا فيها للمطبخ في قلب المطعم اللي يحسوا حالهم أنه أنا جد بي مطبخ مضيغ مثلاً مثلاً أنه الويتر يجب لك الأكل هل أصبعوا بقلب السحن؟ لذلك يمكن أن ينقل الجراثيم من أصبعوا للأكل هذا الشغل يتفرج أنه المطعم مهتم بهذا الشغل يعني عمل ترينيج للويتر أنه يعرفوا كيف يحملوا السحن يعرفوا كيف هذه الأمور بتروح شغلة ثانية أنه هل هو الشخص اللي بيستعمل المصاري كمان بيدقر الأكل؟ أشياء صغيرة فينا نتبه لها تفاصيل صغيرة وبتفرجين أنه هيدا المطعم عن جد بيهتم بهذا الشغل طبعاً وشو نصيحتيك لأشخاص بقلب البيت يعني متل ما قلت إنه إذا منحب هلأ بأنه بسلامة الغذاء وقديش نحنا بنخاف؟ يعني مش بسل المرأة الحاملة كل المشاهدين اليوم يعرفوا وقدي سلامة الفواكي أنه تكون نظيفة ومعقمة وكل هالأمور شو الطريقة الأنسب بتنصح الناس قبل ما نغسل شو نستعمل للنعقمة؟ هي سمبلي نستعمل ما يصالحها للشرب هيدا 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 نغسل الفواكي بس شغلي لازم نتبه لها كمان إنه كتير ناس ما بيغسلوا إذا بدوا يقشرواها للفواكي أو الخضرة مثل الحامضة إنه محداً بفكر إنه خليني يغسلها قبل ما أقشرها بس هاي دروري لأنه بس عم تقشروها كل شي اللي كانوا جرتين من بره عم تحطوه لجوة الفواكي فعلا نعرض على هالشغلي فكمان كل شي حتى مش بس القشر ما كلا دغري للي رح نشيل عنا القشر كمان لازم طبعا هاي كمان لفتة حلوة لأنه ممن انتباهين ماشي من واحد أقلت مسئولية بس هاي ما بيانتباه لها سرعا القشر ما بحق أكلها تبدي فيها نشويات وقداش منسمع كمان يمكن تكون اوكي يمكن تكون لأ فيها خلال فترة الحامل هل لازم المرأة الحامل تبتعد عن النشويات؟ أكيد ما لازم تبتعد عن النشويات لأنه النشويات هي بتعطينا طاقة والمرأة الحامل بحاجة لتقريبا حد أدنى من النشويات كنا عم تاخدها خلال النهار بس الشي اللي منوصف فيه انه نكون عم ناخد دايما النشويات او الحبوب الكامل يعني الخبز الأسمر الرز الأسمر الباستا السمرة نحاول نعود حالنا على هذه الأشياء خلال فترة الحمل لأنه هولي كمان حيساعدونا نشبع أكتر وحيساعدونا كمان بموضوع إذا كان فيه أمساك كمان بيساعدونا أنه نتجنب الأمساك لأنه بقلبه نسبة ألياف كبيرة وكمان ممكن يحافظوا على نسبة سكر مع تدلي بالدم فهي يعني لصحة المرأة كتير أحفاً تتجنب مثل ما قلنا بالأول أنه السكر خلال فترة الحمل اذا كانت عم تاخد من هذا النامشويات لأنه بحس كل سيدة عم تحضرنا هلا وهاي حامل قدش بتكون هلأ كتير مركزة لأنه بضل عندهم خوف يعني إذا نحن عم نحكي من شق الأكل والشرب وكل هالأمور بس ما بننتبه أنه أمرارك من سيدة غير سلمة الطفل بتحب تحافظ على جسمها بطل عندها قلق وخوف ما بدا تاكل بدا تضل منتبها شو نصيحتك لها السيدة بتارولا لأنه في منهم بيحرموا حالهم يعني بيه برأيه إذا ما تتغدت أو خففت الأكل أو ما تروقت منيح أنه يلا هيك منيحة مروح عليه ميل وهون بضعف دعم حافظة شو رأيك قدش فيها إشياء مش منيحة أوكي هلأ مثل ما قلنا المرأة الحامل لازم تنصح تقريبا عدد من الكيلو جرامات خلال فترة الحمل وهيدا الشي بكون حسب هي وزنة قبل ما تحبط يعني لنقول واحدة بالمعدل طبيعي قبل فترة الحمل لازم تنصح تقريبا 11-16 كيل تعرفي لناخد رأى وشو بقولوا راحتنا بهيدا الجواب رح تخلي لبعد الفاصل نحنا والمشاهدين فخليكم معنا ونتروحوا لبعيد أوكي اربعمية واربعين ميجابايت اربعمية واربعين اسم اس خمس ساعات حكي لرقمك المفضل وساعة حكي محلي باربعات عشر دولار بس مع ويب انتوك بحلط الجديد من تاتش اخطوط ماجل تاتش انيو ورلد لازم نحتم بجمالنا نحتم بطريقة تفكيرنا نضل عنا أمل بالحياة لنعيش غدا يكون أفضل ومشرق أكتر الوصفات المنزلية والأكلات الصحية والمنتجات الطبيعية هودة صحتك مع سليمة غمرتني بعطفك يا الله غمرتني بحنانك يا ربي ألف شكر لك يا الله يا نادي يا عبدالي بل شرعك يا عبدالي بل شرعك يا عبدالي بل شرعك يا عبدالي ولا كان ما حدا بيكسر لي كلمة ما حدا إذا لإني عم طالب أنكم تفرجوا عن أبي هذا جرم بالنسبة لقوانينكم السامية يا حضرة الكولونال أحبك كدله بإمكانك فورا تسجني أنت تعترف بكل الزروف والأحوال وإلا أقسم بالأدل شو ألتي ما مش شاف أني علي جاهريني خليك أولي المزارة أني صاحب توقي البنات يوميا الثامنة والنصف مساء هذا المسلسل برعاية جالوري ظاهر خصومات الأعياد من 40% حتى 50% جالوري ظاهر الرقي ناعم الوقت التاريخ التحديات التميز الإبداع المرأة أمور كثيرة نبحث عنها وتبحث عنها معادلة صعبة حلة بأيتنا الملكة عودي لكم مشاهدينا من جديد ومرتين يسمحوا لي أني رحب بديو في أخصائية التغذير لغدار وأيضا كمان الأخصائية بسلامة الغذاء ميسا ديمواشو يعني مستمرين تحت الهوى بالمواضيع ناعم صاحب مفيد للصحة وسلامة المرأة الحامل والطفل سوف أعود إلى السؤال الذي ترحت عليك لأنه يصبح تقفى وجبات لأنه في رأيها إذا قفت تضعف لا تنزع جسمها وكل هذه الأمور لكن تنسى التغذية وابنة وكل هذه النقاط ما رأيك بهذا الموضوع؟ كما قلت لك قبل الفاصل أن المرأة الحاملة يجب أن تنسع عدد من الكيلوغرامات حسب وزنها قبل الحامل إذا كانت بالمعدل الطبيعي يجب أن تنسع 11 إلى 16 كيلو إذا كانت هي وزنة قليل بالنسبة لطولة يجب أن تنسح بعد أكثر أما إذا كان عندها زيادة بالوزن أو سمنة يجب أن تنسح أقل فأكيد حسب هي وزنة قبل فترة الحامل تعرف أدى الكيلوغرامات اللي يجب أن تزيده وما بيصفى أن تضعف تنسح أكثر منهم ولا أقل منهم لأنه إذا نسحت أكثر منهم لنا هذا الشيء ممكن يسبب له سكر خلال فترة الحمل أو يعني بيزيد الخطر أنه يصير معها هذه المضاعفات حتى ممكن الولد يخلق أكبر من حجمه يعني الولد يجب أن يخلق تقريباً بين 2.5 كيلو إلى 4.5 كيلو إذا خلق أكبر من هيك هذا الشيء بأثر عليه سلباً بيصير عنده كمان خطر أكبر يصير عنده سمنة بعدين مشاكل كثير صحية مشاكل صحية وهي خلال الولادة يصير معها مضاعفات وإذا نسحت أقل كمان نفس الشيء ممكن يصير ممكن تولد قبل بوقت ممكن الولد يخلق قليل لحجمه يعني يمكن يخلق أقل من 2.5 كيلو فهذا الشيء ممكن يصير معه ضعف دام أكثر ممكن يصير معه مضاعفات طبية أكثر فمشان هيك لازم تكون عم تنسح هول الكيلو جرامات وتخلي حالة تنسح هول كرميل تحافظ على صحة طفلة ويخلق بطريقة أفضل وصحية أكثر قبل ما أنتقل للمطبخ وسلامة الغذاء بالمطبخ لكمل هيدا الشيء من السؤال في بعض قسم تاني من السيدات بيكلوا زيادة يمكن هن من نوع اللي بفكروا أنه بدي أكل عتنان عواجل عن شخصان يعني أنا هلأ موجودة ومعي حدا تاني بدي تعميل حتى الحواليون بيصيروا أنه كلي من هون كلي ماما من هون جوزة من هون وكل العين يلا تغذي تغذي لأنه كرميل الولد فشو رأيك بهذا الكرة سراحة يعني هي فترة الحمل مقصمة لثلاث مراحل أول مرحلة هي أول ثلاث شهر أول ثلاث شهر بيكون حجم الولد قد حجم لنقول حبة الفصول يعني يكون كتير كتير صغير فما بيحاجة لطاقة زيادة يعني فيها المرأة قد ما كانت تأكل قبل فترة الحمل ندلنا عم تاكل نفس الكمية أول ثلاث شهر ما بيحاجة لشي زيادة بس تتبلش بالشهر الرابع للشهر السابع لازم تزيد تقريبا لنقول ثلاثم وحدة حرارية على أكلة اللي هي فيها تخدم بوجبة خفيفة لنقول صندوش مثلا تكون من الخبز الأصمر مع شوية لنقول جبنة لأحنا تعطيها كالسيوم يعني شي مثلا واجبة خفيفة بتكون عم تعطيها كمان تغذية تكون نوعية تمنخة وبآخر ثلاثة شهر لازم تزيد بعد أكتر يعني بتزيد واجبتين صغار على نظام الغذائي هيكي بتكون عم تاخد احتياجاتها بس ما بتكون عم تاكل عن شخصان عكيد خصوصي أول فترة يعني بتكون متل ما كانت تاكل قبل فيها تضل عم تاكل نفس الكمية طبعا ولكن بعد فترة في اشي انلاحظت عليك اشي كمية صغيرة من زيدة تأذية صغيرة من زيدة بس ما ذكرت ولدي انه لازم ناكل كتير لانه الولد بحاجة وكل هالأمور أكيد ما يسكن عبحت على المطبخ واهمية سلامة الأكل والغذاء يعني هون للمرأة الحامل أكسترام تكون عم نعطيها النصائح ولكن لا أيامنا نحنا الطبيعية نحن نحكينا عشوية عن كيف تحديل الأكل انه لازم نغسله وليزم شوي للحرارة المعينة الشغلي كتير مهمة كمان انه هي كيف نخزن الأكل نحنا في منطقة اسمها المنطقة الخطرة اللي هي من خمسة للخمسة وستين بقلب هيدا المنطقة الجلاتين بتتكاتل بدرجة انه ممكن تسبب تسمم وهي مش بس للمرأة الحاملة هاي لكل الناس فعشان هيك نحنا ما لازم نخليت أي شيء أكل أكتر من برات البراد أكتر من ساعتين يعني مرت كتير بالبيت بيكون المام عاملية طبخة وحتيتها على النار انه بتضلها طول النهار برات البراد انه رايح وجاي عم يأكل منا بس هاي شيء كتير ممنيها عشان مترما أنه صارت هاي الطبخة بالدينجو زون وبدل المنطقة الخطرة فعشان هيك لازم ننتبع فنحنا بس نخلص الطبخة لازم نقلها للبراد اللي هي الحرارة بتكون من سفلها الخامسة بس شغلي كمان لازم ننتبه انه ما نحط الطبخة بقلب البراد بس تبعد تكون بعدها كتير سخنة طبعا عشان شو بيصير انه بعدها كتير سخنة من حطها بالبراد بتعلي حرارة البراد شو بيصير بالبراد بتصير البراد كله عباده بقلب المنطقة الخطرة بتعطي ريسك لكل الأكل اللي موجودين بقلب البراد خطر على كل الأكل مش بس عطبخة لازم نعمل لها يعني بتطير الجراثيم تتكاتر بكل الأكلات اللي احنا موجودين بالبراد عشان صارت الجو البراد أكتر من الحراراته أعلى من الحرارة يعني لازم ينتبه لها الأشياء وبالنسبة لها تخطيط الأكل وكل هالأمور قديش مهم لأنه نعرف جراثيم تنتقل من صحن لصحن هاي شغلي كتير مهمة كمان يعني نحنا لازم دائما ننتبه انه شي ناي ماني نحطه حد شي حاضر للأكل يعني حتى بترتيب البرادات شغلي لازم ننتبه له انه كل الحوم وكل شي بعده ناي لازم نحطه ع اخر راس هيدا لأنه بنقته فما بنقت الزوم منه للحومات على الأكل اللي حضر للأكل فنحنا عادة منحط كل شي حاضر للأكل جاهز للأكل ع اول راف وبعدين متل ما قلت ع اخر راف منحط كل شي الحومات طبعا ننتبه لقدما فينا في اشياء كون هيك بشكل سريع تخبرين عنا قلت الأهمية وقت نكون حطين الأكل على النار اللحمة مثلا نقول الحرارة قديش لازم تكون وقديش الفرق وليش هيدا منزيد عليا شوي هيدا لازم أنقص وكل هالأمور خبرين متل ازا شفتو اللجاج حد قلنا انه لازم يوصل للـ 75 هيدا اللجاج عشان عنده الجراثومة الفيمس الشهيرة اللي هي السالمنالا الاكيد السكيلسة معين فيها هيدا الجراثومة بده حرارة عالية لتموت فعشان هيك الجاج لازم يوصل للـ 75 وكمان البيض ايضا انه عنده نفس الجراثومة بالتجاج تقولوا كمان اللحمة المفرومة لازم توصل للـ 72 بس اللحمة ستاك فينا نقدمها على 63 هاي لان نحنا بس عم نقطع ستاك نحنا بس عم يعني نعطي hosts daaromalia جرتيم menggunذا تكون قapon جواتا للأحمة تكون بعد الطاهراء نحنا بس عم نطبق عم أنه عم نطبق عم لأذراف عم لأذراف موتوا كل الجراثوم اللي يبكون عم نحنا عايدة عم نفرب فيه insanity كل شيء اللى كانين الجراثوم على الطاثر ص revision جواته للأحمة لعشان لان نحنا اللحمة الجراثومة نحنا ولاى هدراف الـ 72 أذا شئ الاشيحوا من الداجية قليلا حتى ستسألو ببانبالغر인데 لكن هذا الشيء يخطر ليس للمرة الحامل ولكن يخطر للكلب خصوص البيرجر لأنه مثل ما قالت مايسا أنه تنخلط الجرسيم فيها فتتكاتر بكمية أعلى إذا أصنعها للبرجر والإينا بالنص أنه فيه بعد أحمر أو بعدها ما وصلت لدرجة حرارة معينة هذه كثير ممكن تسبب تسمت طبعاً لازم تنتبهه لأكثر لأيلها أكثر ولكن بشكل عام كلنا لازم نتبه لهذه الأمور حضرين لنا صور هيك نحنا اطرقنا لأيلهم بأول الفقرة ولكن خلينا هيك نشوف نحنا والمشاهدين هالصور ونعلق عليهم هيك منكون أكثر طبقنا بالحكي هلأ من الصورة خلينا نشوف هيدا الصورة سوا هادي بتفرجة عم نقول أنه تغذية الأم خلال فتة الحمل بتأثر على التفلاء على المدى البعيد وهو أنا عبيلي أقول مثل أو دراس عملية تفرجت أنه إذا المرأة الحامل خلال فتة الحمل كانت عم تاخد نسبة عالية من الدهون صار في خطر أنه حتى لو نسحت الكمير لازم تنسحها بس النظام الغذاء اللي إليها كان عالي بالدهون صار في خطر ابنه يكون عنده سمنة أكثر ويكون هو بس كبر صار يحب طعمة الدهون وطعمة السكر أكثر عودته كأنه بطريقة غير مباشرة مئة بالمئة فكلما هي كانت عم تاخد الأكل الصحي اللي حكينا عنه قبل والنوعية المنيحة من الأكل كلما الولد كمان كان عم يتعوض على هذه الأشياء وكان عم يعني سير بده يطلبه كمان بعدين هيدا النقطة هيا نشوف الصورة اللي بعدها كمان هيدا السحن الصحي اللي حكينا عنه اللي هو نصه فريك وخضرة النص التاني هو الحبوب الكاملة والبروتينات الخفيفة بالدهون وكمان أكيد نحن بحاجة للقلبين أو مشتقات الحليب ومنفضل أن نكون عم ناخدها كمان ما بقلبة دهون الخالية من الدهون لأن الدهون اللي موجودة بالمشتقات الحليب هي من الدهون المشبعة هي الدهون المئزية أما الدهون الصحية مثلا اللي أكثر هي مثل زيت الزيتون مثل الأفوكاد مثل زيت الكانولا كلهم هولي من الزيوت الصحية اللي منشجع المرأة الحاملة تكون عم تاخد منهم كمان في سؤال بيقول بعض من السيدات بصير عندهم وحامهم خلينا نقول أكثر بتحهم على الأشي اللي بدهون وبتلاقي كل يوم بده هيدا الشي خلينا نعطي كل الناس حقه شو بتعمل بهيد الحالة نحن نعرف دايما عنا هيدا القلق من الوحام ما بدنا نزعلها وتاكل اللي بده وقتلع بعين الصبه وكل هالأمور فالدهون وعالم الصبه وكل هالأمور شو رأيك بهذه النقطة؟ انا برأي انه المرأة الحاملة كمان كرميل ما يصير مع هيدا متلنا نقول شراها على الأكل تكون عم تقسم واجبيتها بطريقة انه ما تجوع حاله يعني كل ساعتين شلاث ساعات تكون عم تاخد شي صغير وتكون عم تاخده من النوعية المنيحة اللي هلأ شايفينا بالصورة فهي بس تكون شبعانة كل هالفترة وما عم تجوع حاله كتير ملح تتوحم بهالشراها مثل إذا كانت عم تترك حاله لنقول أربع ساعات أو خمس ساعات بلا أكل ويعني كل ما هي كل ما حاولت انه تاكل أكل صحي أكتر كل ما هيطلع السبه صحي أكتر سليم أكتر وما تعطيه النصيحة هلأ يكون عم ياخدوا الدهون الصحي يعني مثلا لنقول مثلا بدل ما يستعملوا الزبدة إذا بدون يعملوا شي يستعملوا زيت الكانولا أو زيت زيتون هلتحس يمكن بنفس الطعم أو يمكن نفس الشغل تكون عم تعمل بديل عنه كل شي هو يعني نقول نحن بالطبخ كل شي بتلاقي تعديلات صغيرة فيها تتعملها صحية أكتر وتتخفي في نسبة الدهون فيها يعني حتى مثلا لو لحمة لو هيك إلنا ما نشيل الدهون اللي عنا منحاول إنه نشوية منحاول كمان نعطيها لنكهة إذا هي عبالة شي طيب نعطيها بالبهارات بالخال بالحامض نعملها إشياء مية بالمية يعني نخليها تحس في إشياء كتير بديلة المطبخ كتير كبير وواسع بدلتها تعمل هو الإشياء البديلة خلينا نشوف هذه الصورة وأهمية السمك أنت تحكي عن هيدا الموضوع تحديدا إيه مثل ما قلنا أنه نحاول نكون عم ناخد الأسماك الصغيرة ما نكون عم ناخد الأسماك الأحجام الكبيرة لأنه كل ما كان حجمة أكبر كل ما كان بقلبها هيدا الزيباء لهو ممكن يكون مأزلة كثير طبعا نحنا عم نشوف الصور لأنه اطرقنا لهيدول الموضوع يكون اللي حكيناهن عم نطبقهم بالصور خلينا نعرف قديش أحسن أو يامن بيسألوك هيدا السؤال رولا أو ميسا قديش مهم نحنا ناخد التغذية من الأكل أو بالفيتامينات يعني دائما بتقلك أنه أنا بيأخد فيتامينات ضروري أني روح للإشياء اللي أكل أو أي حالي لأ نروح للفيتامين ما بتكون عم تاخد الأكل هلأ خلال فترة الحمل أوقات يعني معظم اللكاترة مثل بيوصفوا مكملات غذائية للمرأة الحامل كرميل يتأكدوا أنه هي عم تاخد هيدا الفيتامينات لأنه لو ما أخدتون هيدا حيأثر سلبا على الطفل وحتى حيأثر سلبا عليها بس دائما منقول نحنا أنه كلما نحنا أخدناه بالشكل الطبيعي أكثر كلما كان يمكن جسمنا بيمتسوا بطريقة أحسن أو يعني أفضل للجسم ويعني فيه أشيات تانية مثلا موجودة بالأكل مثل المضادات الأكسادة لنقول هنما بيكونوا موجودين بالمكملات الغذائية والفايكة والخضرة بقلبهم هول المضادات الأكسادة اللي هن بيحاربوا مثلا السرطان اللي هن منح لسحة المرأة الحامل كلما كانت عم تاخدهم كلما كان أحسن فدايما يعني منحول أنه نكون عم ناخد من الأشيات الطبيعية لأنه بقلبه مش بس هيدا الفيتامينا بيكون بقلبه كتير أشيات تانية عم بتفيد جسم المرأة الحامل أو الإنسان بشكل عامل طبعا أكيد مكملات الغذائية قلنا قديش لازم تاخدها هي صحيا لأيلة ونرجع لسلامة الغذائق فيه اشيات كتير تنصحية وقت تجل عندك الكلاينت بتقولي مثلا بعدي عن هيدا الشي شو هن النقاط اللي أكتر شي بتركز عليهم للمرأة الحامل تتجنبن لسلامة الغذائق تتجنبن كل شي الحوم الني مثل ما قلنا انه ننتبه انه نغسل كل شي هي فيه simple steps اللي فينا ناخدن خطوات بسيطة اللي فينا نعمل اللي هن نغسل نغسل إيدينا قبل ما نشتغل بالأكل نغسل إيدينا بعد ما نشتغل نغسل كل الكاونترز اللي عمدوا نشتغل عليهم الأسطح مئة بالمئة انه اذا وقع شي ضغني نطفه كمان الشغلة تانية انه منقول نطبخه للحرارة المعينة مثل ما حكينا قبل to separate يعني نفرق بين بعض اذا شي نايما نحطوا هاد شي هاد شي نعم مثل ما قلنا كمان بالبرادات انه كيف لازم نقصم الأكل حتى في شغلة بالنسبة لانه انه نبعد الاشياء النية عن الاشياء المطبوخة في كتير عالم لا نقول على اللوح التقفية ممكن يستعملوا نفس اللوح لحمة نية يرجع ويستعملوها لخضرة والخضرة نحنا ما منحطها على الحرارة معينة فممكن هاد الخضرة تكون صار بقلبها جرسيم مثل السلمونيلا مثل جرسيم كتير مئزية وهذا الشي بسمم لنا تسمم غذائه فمشان هيك نحنا مننصح انه يكون فيه لوحين تقطيع بالبيت لوح للفواكه والخضرة والاشياء اللي جاهزة للأكل لوح تهي للاشياء النية كمال ما نكون عم ننقل الجرسيم بينات لانه خصيصي بمرحلة الحمل يعني فيه متل ما قلنا فيه جرسيم متل جرسومة اسمه الاستيريا وفيه جرسومة اسمه التوكسو بلازما اذا المرأة الحامل اخذت منه يعني لا سمح الله ممكن انه يتيت تسمم وممكن تسقط يعني حتى زمان كنا كتير نسمع انه فيه حدا سبب العين وراح الولد ومش عارفين ليش كتير ممكن تكون انه هي تسممت من شي ومعارفه انه هيدا السبب ليش الواحد ينتبه لهالاشي انا رب تروح سهوا على فكرة فادي فيه اشيانيقات متل ما قالت ميسه بسيطة وغيرة بس يجب نتبعها حتى لك بالخشبة يعني نحنا منقول انه ما رح نغسلها ما ضروري انه نفرقهم عن بعض بس لان نحنا بس عم نقطة بصور فيه حفرات بقلب الخشبة فعشان هيك انه ممكن يصور فيه جرسيم بالمئة بالمئة فعشان هيك كل شي الحوم وكل شي جاهز للأكل لازم نفرقهم عن بعض طبعا خلينا نشوف الصور هيك ومنكون اكتر عم نشدد على اهمية التغذية وخاصة للمرأة الحامل بس بعتقدت كل النصايح اللي عم بتقولوها بتطبق على الحامل والغير حامل كمان بحياتنا كلها نتعود عليها اه هي الصورة اللي كنا عم نحكي عنها حرارات اللي لازم توصلها للحوم فمتل بس من عيد بسيط انه التجاج للخمسة وسبعين الاشق اللحم المفرومي للواحدة وسبعين واللحم الكاملة والسمك للثلاثة وستة يعني حلوة الفكرة كيف مكتوب انه بالنظر ما بيبين نهائيا كان الواحد اكسبرت بهذا الموضوع انه بيينت عند زبطة اللحمة او الجيجة او كلها الامور لا مفروض ننتبه ونعرف عشان هيك منشجع انه نستعمل الميزان الحرارة عشان احنا ما فينا نشوف من النظر اللون ما بيبين اذا اللحمة صارت جاهزة او لا لازم على الحرارة طبعا اكيد شو كنت تقول روليا كنت عم بيحكي على البيض انه كمان البيض لازم يكون مستوي مية بالمية ولازم يكون واصل لهذه الدرجة لانه بقلبه وجرسومة السلمونالا فكتير لازم يكون منتبهين من هالموضوع طبعا خلينا نشوف الصورة اللي بعدها قديش في نقاط متل ما قلنا بتصير معنا كل يوم هون قلت لا سوشي اللي حبوا سوشي يعني سوري انت حامل تجنب قدمة فيك مازموت ما بغفين انا كلها طبعا دايما واحد بدي حافز او بدي يعمل مجهود اضاف بس بهيدي الفترة تحديدا لسلامتها لسلامت البيبي وكل هيدا الامور خلينا شوف الصورة اللي بعدها هيدا بالنسبة لمشتاقات الحليب متل ما قلنا انه نكون عم نركز على الحليب واللبن والجبنة واللبنة هي مننا مثل مصدر كتير عالي للتالسوم طبعا هيك عم نشوفهم كلهم هيدا بدي كمان هيدا الشكل الشلي هيك انت عم تحكي عنا ايب البيئة يعني مظبوط شكل كتير طيئ بس نحن 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 صحيحة كتير امرار بس يجوا عندكم السيدات هوني قديش انت كمان بديك تحكيها تفهميها وتلقيها شو اضرارها لانه بالنهاية موجودين يعني مثل هيدا اللي كنا نقول فتفنن سبت البيت بالألوان حتى بالفويكي كمان رولا صح؟ حتى بالفويكي اللي ناخد كل الفيتامين وكل الألوان ما تكون منوعة كما نلاقي حالنا أكتر عم نتغزة وفي شغلة تاني فينا نقول عن الفويكي انه نحنا مرات بنشرب عصير فاش انه بيعسرواها هاي كمان خطرة للمرأة الحاملة عجلين هيدا كمان بيجي من صويس من بستر فاذا جاي عبالة هيدا عصير فاش افضل كمان تجيبها من المصانح يعني اشياء المعلبة اشياء المعلبة تتجنبها يعني قدمة فيها مية بالمية عشان متل ما قلنا الاشياء اللي بيجو من اشياء منا مبسترين ممكن يكون خطرة على المرأة يعني اذا ما حالي ممكن عم يعمل عصير وما بينتبه لنضافة لنقول الليمون او حيالها نوع من الفويكي وحتى اذا كان عم بقصة بلا ما يغسلها متل ما قالت مايسة قبل شوية ممكن الجرسومة تفوت لجوة ويرجع هو يعسرها وحتى مثلا كمان ممكن يحطها بمنطقة الخطر اللي هي من الخمسة الى خمسة وثبتين درجة وهيدي بتساعد ان تتكاتر الجرسوم والمرأة الحامل اذا اخدتها هتتسمى طبعا وهون متل ما قلنا بصير فيه مشاكل كتيرة وتسمى بالحمل ويمكن لا سمح لا تصل للنطس هون كنا عم نشوف هذه الصورة كمان اذا تخبرونا عنا ايه كمان غسيل الخطرة وننتبه انه كمان تكون بمي صارح على الشرب وشغل في عاملوه الناس يركبوا فلتر بالبيت كلمال هيدا الموضوع طبعا قداش بنتبهوا يعني مجهود اضافة قدامنا وخاصة مؤخرا ديسرنا عم نسمع بالاكل وقديلين احنا بدنا نفوت بالتفاصيل بقلب مطبخنا ذكرت ميسم شوي انه كيف نقدر نحط بالبراد باشيه مظبوطة فيمكن اذا هلا ارجعنا كمان مع المشاهدين كأنه هلا البراد فتحتوا انا اذا كان نظر عم نشوفه كيف بتقصمينا لسلامة الغزاء اكيد هلا في شغل كتير منس بيغلبتوا فيها هاي ومن اللي بيصنعوا البرادات انهان بيحطوا الرفلة البيض على الباب هذه غلط البيض عشان متل ما قلنا عنا هايدي السلمانيلا ما لازم تنحطع البيب عشان البيب اكتر شيء اللي بتوطع حرارته عشان نعم نفتح البيب دايما فالبيد لازم يكون مع اللحوم عشان وهي بتوصل لدرجة الحرارة بده توصل لدرجة حرارة معايانة فاول راف بنطلع لازم يكون فيه الاشياء اللي حضرة للاكل انه اللي خالصة وما بده ترجع طبعا ايه ومن تحتهم كما قلنا كل شيء اللحوم اللي بقناه لكرميل مطمئط على الاشياء اللي حاضرة لازم نحطها تحتهم يعني هيك كمان بالبيب البراد شو بتنصحي اكتر شيء ايه كل شيء كاتشوب باربيكو ساس ايه كل شيء بقناه تنقذها بصرحة البيب ايه كل شيء لانه بتكون اعلى حرارة عالة على البيب لانه منفتحها ومنسكرها فكتير ممكن تكون بمنطقة الخطر التي تكاتر فيها الجرسيم فمشان هيك منحط الاشياء اللي هنه ما كتير فيها خطر انه يكون بقلبها جرسيم طبعا ناديش عام ركز على الموضيع هول الصغار او بسيطة لانه متل ما من شوي يقلنا ست البيت ممكن از عم بتقطع على الخشب اللي بتقطيع بتقول ما انا طول عمري بعمل هيك وما كان يصير عندي ايه مشكلة حتى بالبراد طول عمرنا بساكي كان نتسمم او صير عنا ايه مغش ما نعرف ليه منقول انه ولا اكلنا برد او هيك وممكن يكون عن جاد انه نحنا اخدنا جرسومة وتسمممنا منيه طبعا خلينا شوف هادي الصورة الاخيرة نترق الاشياء الناي اللي مش الناي نوصل للحوم على درجة حرارة معينة ونحط كل شي بقلب البراد يعني ما نخليه بالمنطقة الخطرة طبعا وهي ده الوقت اللي بيضال هون كمان نحكينا عن المنطقة الخطرة اللي من هي الخمسة لالخمسة وستين ونجا نقول انه بهالمنطقة انه بتتكاتر الجراتيم لدرجة انه ممكن تسبب تسعة منطقة عشان هيك انه اكتر من ساعتين ما لازم نخلي الاكل بهالمنطقة يعني لنقول اذا طبخت سبت البيت لطبخ الساعة تسعة الساعة 11 لازم تكون بالبراد ما لازم تكون عم تنترك لانه كتير اوقات ملاقي انه فيه ستات بيوت بيتبخوا للطبخة مثلا بكيت وبيتركوها بالمطبخ للساعة واحدة للساعة انتان هاي ده بتكون كل شي جراسين فيها عم تتكاتر لعدد يعني نسبة معين ممكن تسبب تسمم غزائيه طبعا يعني قديش هيدا الشي ما بننتبه له ولكن هلا لازم نلفت النظر وخاصة اذا مكشفين يعني فيه جاة سلاطة حده ممكن من جاة سلاطة للاكل يصير فيه هيدا النوع وبينتقلوا الجرسين من البلايت لبلايت نعم شفي شي كمان اضافة بتحبي تزيدي ميسا متل ما كنا عم نقول انه كمان الطبخة بس قبل ما تحنتها بالبراد نخليها تنزل حرارتها وهي شغلة فينا نعملها بطريقة بتر سهلة انه بلا ما نحط التنجرة كلها متل ما هي بقلب البراد نلقلها على سابورويرت صغار نحطهم بالتلج انه نخلي نخلي حرارة الاكل تنزل قبل ما نحطها طبعا قديش لازم ننتبه لهيدا النقطة للحلو محكينا كتير للسيد الحامل رولا يمكن نعرفي اشخاص كتير بحبه يمكن بأيامها العادة ما بتاكل سويتس كتير بس بهيدا المحل بالزيت وهالمرحلة بالزيت بصير عبالة شوكولات وشيل ما بتحبه بتصير بتحبه وكل هيدا الامور شو رأيك وشو نصيحتك الحلو نحنا منحاول انه ما يكون نكون عم نيخذه يومي يعني مش كل يوم نكون عم نمرق شي بقلبه حلو وفينا الحلو نجرب انه نطبخه بطريقة معينة نعمل نحنا مثلا الحلو نحنا نعملهم بالبيت نعملهم بطريقة صحية اكتر ونحنا نهار استبت عفكرة بهذه هابي اس عاملين ويركشوب عن هيدا الموضوع كيف فينا نعمل حلويات تكون صحية اكتر وطيبة بنفس الوقت فممكن كمان المرحة الحاملة تستفيد من هيدا الشي اهم شي انه ما تكون عم تاخدهم دايما لانه اذا اخدتهم دايما متل ما قلنا حيكون عم تزيد وزن زيادة عن ملازم ممكن هيدا الشي اثر بطريقة سلبية عالطفل وحتى نوعية الاكل يعني بدل ما تكون عم تاكل فاك وخدرة بتاخد محلن يعني متل هيدا الحلو بتجي وبتاخد محلن وما بتكون عم تاخد البيتامينات والاشياء المغزية لجسمها بحاجة العائلة فمنحاول انه مثلا مره بالاسبوع مرتين بالاسبوع او انه نكون عم نتبخهم بطريقة صحية افتر تكون عم يعتون مغزيات يعني مثلا فيه انواع من الكيكس مثلا البراوني فينا هلأ في عنا متل وصفة جديدة فيها نعملها من الشوفان وال الفصولية الحمرة وما منكون عم مستعمل لابد ولا تحين ولا سكر ولا شيء وبتكون مغزية لانه مثلا الشوفان بيعتينا الاليف الفصولية الحمرة بتعطينا حديد بتعطينا بروتينات بتعطينا النشويات اللي هي مفيدة للجسم فهي اشي بديلة كتير اشي بديلة كتير ممكن مرأة الحامل تستعملها تقدر في كمال فويك المجففة يمكن حكيت عنها وركزت عليها قديل المرأة الحامل هون بس يجع بالها كتير اشياء حلوة ممكن تأذيها متل ما قلنا يعني هي حسب المحيط اللي انت قاعد فيه يعني اذا الفويك المجففة موجودة بوجهك لحتاخد الفويك المجففة معنا نقول الجوز واللوز اللي هني مفيدين لجسمك بس اذا مثلا لنقول حتى بالبراد بقلاوة اكيد لحتاخد البقلاوة المحيط اللي إليك مضبطي بطريقة انه حاطة الاشياء سبحية بوجه وتكون عم بتنقى منهم اكتر اكيد بيه متل ما بقولوا جملة هيك سريعة على كل المشاهدين لا سلامة الغذاء شو توصيات الاخيرة اللي بتقوليها سلامة الغذاء شو كفية تكون كتير بسيطة يعني ما بدا هل انه نتعقد منها يعني ننتبه انه بس نغسل وننظف وما نخلي الاشياء بمنطقة الخطرة وبس نعمل هالخطوات يعني ان شاء الله في الامان في الامان ميسا دماشك انا بدأ اشكريك واشكر وجودك معنا رولا قبل ما ننهي موضوعنا اليوم الكتير مهم ان شاء الله يكونوا كل الحوامل وخاصة بهذه المرحلة بالزيد استفادوا كلمة اخيرة منك كلمة اخيرة انه المرأة الحامل كلمة هي انتبهت بهذه الفترة كلمة هي بالمستقبل هتكون ملتيحة اكتر وكلمة بتكون عم تعمل متل اساس لطفلة انتهو يعيش حياة صحية اكتر سليمة هو افضل هو يكون صحة منيحة لبعدين هيدا النقطة كتير مهمة انا بدأ اشكركم اخصية التغذير لغدار والاخصائية بسلامة الغذاء ميسا دماشك اهلا سهرة فيكم معنا شكرا لحضوركم مشاهدين وصلنا لختم حلقتنا لليوم على امل تكونوا استمتعتوا بكل فقراتنا وديوفنا المميزين انا بدى اودعكم لقوني دايما بنفس الموعد الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة